مده الكيمياء للصف الأول السنوي بداية نبدأ بتعريف العلم العلم هو عبارة عن بناء منظم من المعرفة بيتضمن بعض العناصر وهي قد تكون حقائق قد تكون مفاهيم قد تكون أيضا مبادئ وقوانين وأيضا بها نظريات علمية وطريقة منظمة في عمليات البحث والتقصي عن الحقائق المنتشرة حولنا العلوم الطبيعية لها أنواع جتير جدا ممكن تكون بدايتها مثلا هو علم الفلك اللي بيدرس الجو اللي حولنا وقد يكون أيضا علم الكيمياء وده اللي هنهتم بيه في الدراسة اللي احنا ماشيين فيها دي وعلم الفيزياء وهو بيدرس خواص المادة وأشكالها وكمان عندنا علم البيولوجي هو بيدرس خواص جسم الإنسان وعلمه أيضا هو علوم الأرض وبدرس التربة والأساسات وغيره بعد كده ندخل على علم الكيمياء نفسه علم الكيمياء هو علم يهتم بدراسة تركيب المادة وخواصها والتغيرات التي تطرق عليها وتفاعل المواد المختلفة مع بعضها البعض والظروف الملأمة لذلك قديما كانت تستخدم الكيمياء في العديد من المجالات أولا كانت تستخدم في التعدين وأيضا كانت تستخدم في صناعة الألوان واستخدمت أيضا في عمليات دبغ الجلود واستخدمت في الطب والدواء واستخدمت في عمليات صناعة الأكمشة وعمليات صناعة الزجاج وأخيرا استخدمها المصريون القدماء في عمليات التحنيط لديهم نتحدث عن مجالات علم الكيمياء وهو التركيب الزري والجزئي للمادة وكيفية ارتباطها معرفة الخواص الكيميائية للمادة التفاعلات الكيميائية التي تحدث انتاج مواد جديدة تستخدم وأخيرا علاج بعض المشكلات البلاد